اشتركوا في القناة وقال مدير المركز الوطني للتب الشرعي حسن الهواري ان المركز تبلغ عن وجود وفيات حيث حضر المدهع العام لاتخاذ الاجراءات المعمول بها في هذه الحالات لحول القوة الا بالله العلي العظيم وتوجه التب الشرعي الى مستشفى الجاردنز لتشريح المتوفيين في حادثة انقطاع الطيارة الكهربائي لتقديم تقرير عن اسباب الوفاء وافادت انباء عن حدوث حالتين وفيتين في مستشفى الجاردنز اليوم استبت في حين قالت ادارة المستشفى انهما حدثت قبل انقطاع القهرباء وقال شهود عيان ان محيط المستشفى يشهد تجمعا من قبل زوية المرضى الذين ادعوا وفاة اقاربهم الرقيدين على اجهزة التنفس الصناعي واشاروا الى ان وزير الصحة والداخلية يتواجدون في المستشفى في هذه اللحظة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم